يسعد مساكم الشتاء ما بيح لغير مع المشروبات الدافية والساخنة وقطيب شي السحلب وكيف لما نعمل السحلب بطعم القهوة جربوها حتحبوها وتدعو لي السحلب بالقهوة خرافة طعم ولذيذ ما شو الله وكمان السحلب التقليدي حنعملوا بإضافة قليلة التكلفة تعطيك طعم السحلب الصح وحتستفاجأوا منها نبدأ الوصفة يلا هحتاج كوبين حليب سائل بالكوب المنزلي العادي اللي هو سعته 250 مل إذ حبيتي بالكوب المعياري في حال مش متوفر حليب سائل بس أخدم كوب مي لكل كوب مي ملعقتين حليب بودرة راح أضيف لكل كوب حليب ملعقة ناشا كبيرة هاي صاروا ملعقتين أضفنا كوبين حليب ولكل كوب ملعقة سكر كبيرة وإذا حبيت الزيدي ممكن لكل كوب ملعقة ونصف سكر بحركه مع البارد وهاي العلكة شعراوي المسكة هي لح تعطيني طعم السحلب بالمطة السحلب وطعم المسكة الخرافي الهيسر بدقها كثير ناعم 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 تتصير معي بودرة تماما أساس إنه مع التسخين إنها تتحكك بسرعة بحرك كل هاي مكوناتي على البارد وبحطها على النار على نار هادي جدا ملاحظة هادي جدا مع استمرار التحريك أبدا ما بشي الإيدي ويفضل كمال الغلاية أو اللي هو الحامل فيه كون سميك عندي الغلايان مضيف ملعقة صغيرة من ماء الزهر إن حبيتي طبعا هيك بدي سمك السحلة بيكون هيك صار بعد ما غيري طبعا بعد الغلايان شايفين ما شاء الله هيك صار قوامه ممتاز وصار جاهز لنشربه بسكب مباشرة بفنجين تقديم أنا بحب هيك بالفنجين تقدم أساس نشربها الشرب جدا مدفي ولذيذة بزينها بجوزة الهندي المبشور بالفزق الحلبي بالورد المحمدي بقرفة مطحونة شوا بتحبي كمية عملت لي ثلاث فنجين الفنجان الثالث حيكون هون مفاجأ أش حنضيف للفنجان الثالث يلا معا نشوف شو أضفنا للفنجان الثالث عندي هون ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الدوابان نسكة فإنو عندك حضوبها بملعقة طبيرة من المي الساخن الساخنة بها الطريقة أول ما تدوب عندي القهوة سريعة الدوابان بضيفها مع بقية الفنجان اللي ضل معي من الساحنة وبحركها بسرعة وهيك دابت معاي بسرعة ما تدخيلوا طعمها كم هي طيبة عنج تجربوها حتدعولي أنا دقطها في إحدى المطاعم التركية بعدها احتملت وصرت عملها دائما لإلي والضيوفي طبعا واش زينتوا باسكوت كوفي جوي طعم القهوة ما تدخيلوا مكس طلع روعة 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 فإذا كان توفر عندكم هالبسكوت يعني هو مش ضروج بس اختياري كسروه هيك على وجه وأضيفه كثير بالباق مع أو ملائم مع طعم السحنة مع القهوة الخطير أو ممكن زي ما بدكم بالجوز الهند والفزق الحلبي زينو بضيف هيك قطعة صغيرة منه وهيك صار السحلب بالقهوة اللي بيعدل المزاج على كيفكم جاهز والسحلب التقريدي كمان جاهز وأتمنى تكون وصفة عجبتكم وجربوها وتبعتوا لصورة تطبيقات واللي بشوف قناتها والمرأة أتمنى يشترك فيها وأكون سعيدة وأنا بقرأ تعليقاتكم الحلوة أسفل الفيديو وتشاركوا الوصف لأحبابكم وأهلا وسعلا فيكم نورتوني ونورتوا قناتي كانت معكم نجوة ورافت